من جهته دعا اتلاف النصر الجميع للتضامن مع وثيقة الكتل السياسية لإخراج البلاد من أزمتها وقال الاتلاف في بياناً له نهلن إلى الرأي العام إن إمضاءه وتوقيعه على وثيقة الكتل السياسية التي عقد مساء الاثنين جاء مشروطاً بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات وإصلاح مفوضية الانتخابات وبمشاركة الفعاليات الشعبية وكذلك إدانة واضحة لقتل وجرح المتظاهرين السلميين واختطافهم ودع الجميع إلى التضامن لإخراج البلاد من أزمتها نزولاً عند مصالح الشعب وسلامة الدولة